لا تنسوا الدعاء لأهلنا بغزة و الله ينصرهم على عدوهن وعدو الأمة بالفيديوهين اللي حكينا عنهن عن الالتقال لويلاند ذكرت انه الفيديو الثالث راح يكون عن تخصيص البانيل وهان بالضبط اللي راح نقوم بعمله اليوم أكيد اللي شاف الفيديوهات بيعرف انه راح نستخدم بانيل ويبار واللي تعتبر أشهر بانيل للاستخدام مع ويلاند سواء كان الكمبوزيتر المستخدم هو سوي أو هايبرلاند بس بالفيديو الأول ذكرت نقطة انه لاستخدام ويبار مع هايبرلاند لابد من تثبيت نسخة خاصة من الأيو آر في حال كنت على أرش بس هذا الكلام حاليا غير مطلوب لأن الإصدار الأخير من ويبار من مستودعات أرش أو أي توزيع رولينج بيدعم هايبرلاند بشكل مباشر وبالتالي في عملية التثبيت هي مجرد استخدام ودير الحزم الخاص بتوزيتك لتثبيت حزمة ويبار ولإضافة دعم الإيموجيز والأيقونات فلابد من تثبيت الخطوط الداعمة إلها وإلا في حال استخدامك لهذه الأيقونات أو الإيموجيز فرح تطلع بأشكال غريبة بالبار وبالتالي في عملية التثبيت الكاملة رح تكون على الشكل التالي على أرش رح نقول سودو pacman-swaybar وبالنسبة لخطوط الـ awesome رح تكون ttf-font-awesome وبالنسبة للإيموجيز فأنا باستخدم noto-emogies فرح تكون noto-fonts-emoji طبعا أنا مثبت كل هاي الحزم وعمالي استخدمها فرح نقل له no هذا فيما يخص عملية التثبيت الآن فيما يخص configuration أو التخصيص فأسهل طريقة لأنك تقوم بتخصيص waybar هو أنك تستخدم الملفات default اللي تم تثبيتها مع تثبيت الحزمة وتقوم بالتعديل عليها فبالبداية لازم أنه ننشئ مسار جديد ضمن مسار الـ config الخاص بالمستخدم فرح نقل له makedir-p slash config slash waybar طبعا أنا هذا المسار موجود عندي فما رح قوم بإنشاؤه مرة تانية بعدين لحتى ننسخ الملفات ملفات الـ config بالعادة أو على الأقل على arch رح تكون موجودة بالمسار التالي فرح نقل له cp slash etc slash xdg slash waybar slash نجمل حتى ننسخ كافة المحتويات رح ننسخها للمسار اللي قمنا بإنشاؤه اللي كان dot config slash waybar طبعا أنا ما رح قوم بتنفيذ هاد الأمر لأنه already في عندي ملفاتي اللي رح نشوفها بعد لحظات بس لو جينا للمسار اللي عمالي احكي عنه اللي هو etc xdg waybar رح نشوف انه محتويات هاد الملف أو هاد المسار هي ملفين ملف اسمه config وملف اسمه style.css الملف الأول اللي هو مسؤول عن تخصيص البار بحد ذاته من ناحية إضافة الـ modules أو الـ widgets اللي بدي استخدمها حدد موقع البار حدد ارتفاع البار رح نفتح هي الملفات بعد لحظات بس الملف التاني ملف الـ style.css اللي بيستخدمه لحتى قوم بتخصيص اللخطوط تخصيص الألوان الخاصة بك إما بالبار بشكل كامل البانيل أو الخاصة بكل ويدجت على أحده هلأ لو جينا للمسار الخاص فيي رح شوف انه انا ضمن هاد المسار فعليا عندي خمس ملفات بدل الملفين هلأ الملفات اللي فيها كلمة config أو اللي فيها كلمة style هي واضح من اسمها انه اللي رح استخدمها لعملية الـ configuration اما ملف الـ restart لو قلت له cat restart رح شوف انه هاد الملف فعليا ما له اي علاقة بالـ configuration الخاصة بالـ way bar وانما انا بيستخدمه لحتى اعمل عملية اغلاق ايقاف تشغيل واعادة تشغيل للـ way bar كل مرة بقوم فيها بتغيير اي شيء بالـ configuration لحتى ما يكون مضطر اني قوم باستخدام امر مثل الـ key all من الترمينال وارجع افتح الـ way bar وطبعا هاي الـ script انا عامل لها key binding بملف الـ configuration الخاص بـ hyperland لو فتحنا هاد الملف فرح نشوف انه انا في عندي key binding اللي انا حاطتها للـ w لحتى ارجع وشغل هاي الـ script فلو قلت له super w رح نشوف انه الـ bar سكر ورجع فتح مرة تانية فايزا ليش انا في عندي اربع ملفات بدل الملفين لاني انا فعليا عمالي استخدم شاشتين وكل شاشة من الشاشات انا عامل لها بار خاص فيها او panel خاصة فيها فلهذا السبب في عندي left to right وفي عندي style وفي عندي style اللي ما لحاصة لها اي لاحقة اللي هي الـ style الاساسية اللي منستخدمها بالشاشة لنقول الوسطى او اللي على يميني اللي مواجهتي تماما واللفت اللي موجودة على يساري ومثل ما انا شايفين من الـ script اللي انا منستخدمها لاني عيد تشغيل العيد تشغيل الـ bar فانا محدد شو هي الملف الـ config اللي بدي استخدمه مع كل واحدة من الـ two panels فمثلا شايفين انه هون انا حاطط له مع الـ flag dash c استخدم لي الـ config اللي على اليسار ومع الـ flag dash s استخدم لي الـ style لهاي الـ bar فهلأ انا رح شوف انه على الشاشة اللي بالمنتصف انا في عندي الـ panel موجودة فوق في حين انه الشاشة اللي على اليمين انا عندي الـ panel موجودة من تحت وفيها widgets مختلفة عن الـ panel اللي مستخدمها بالمنتصف وطبعا هدول الـ two panels انا عامل لهم auto start بملف الـ config بملف الـ auto start الخاص بالـ hyper land فلو رجعنا للـ hyper land وقلت له auto start رح شوف انه في عندي الـ config الاول والـ config التاني اللي اتنين عامل لهم exec once هلأ عملية تخصيص الـ panel بحد ذاتها ما لها معقدة وخاصة اذا استخدمنا كنقطة بداية الملفات اللي جاي مع الحزمة بحد ذاتها اما في حال كنت بدك تتعمى بالتخصيص بشكل اكبر وتستخدم الـ css اللي ما حكيت عنها اللي هي النقطة المميزة طبعا شفناها من الـ extension الخاصة بالملف انه عملية الـ styling بتتم باستخدام الـ css وهذا الشي اكيد رح يكون خبر مفرح جدا لمطوري الويب لانه عملية configuring أو styling الويبار رح تكون بمنتهى البساطة بالنسبة لهن الكل اكيد بيعرفوا كيف يستخدموا الـ css انا عن نفسي ما بعرف فلهذا السبب كنت مضطر لحتى اني اتعلم شوية css شوف كيف شو هي الـ properties الموجودة كيف ممكن اني استخدمها وكمان يعني هذا الكلام بينطبع للكل المرجع الاساسي للويبار سواء مثله مثل الـ hyperland رح يكون الويكي الويكي لوويبار موجود على GitHub باعتبار انه المشروع بالكامل موجود على GitHub فاذا بدك تتعلم اي شي فرح يكون مرجعك الاساسي هو الويكي هلا خلينا نرجع لواحد من الملفات اللي عندي سواء للشاشة اللي بالمنتصف او اللي على اليسار رح نشوف الملف اللي بمنتصف الشاشة فرح نقول له vconfig write فرح نشوف انه الـ structure الخاصة بالفايل هي بتستخدم صيغة الـ JSON بمعنى انه في عندي اقواس curly brackets مفتوحة وفتح واغلاق في عندي بكل سطر من الاسطر هو عبارة عن two words في عندي الـ key وفي عندي الـ value الـ value موجودين ضمن quotation marks وفي بين الـ key والـ value في عندي نقطين وبنهاية كل سطر في عندي الفاصلة هاي الصيغة ضرورية جدا لنضمن انه الـ configuration تكون مكتوبة بشكل صح هلا الـ configuration مثل ما حكيت هي بغاية البساطة خلينا ننسى كلمة layer لانه هاي خاصة بالـ Compositor أكتر ما تكون خاصة بالـ panel بس أنا بإمكاني حدد موقع الـ panel سواء بديها بالأعلى أو بالأسفل ممكن أني حدد على أي نافذة بدي تم إظهارها فمثل ما حكيت أنا عندي one panel مستخدمها على شاشة والـ panel الثانية مستخدمها على شاشة تانية واسم المونيتر هاجبناه من أمر الـ Hyperland Monitors مثل ما شفنا بالفيديو الأول فمثل ما شايف أنه في عندي DP3 و DP2 فهي الأسماء هي اللي رح نستخدمها إذا كان في عندك أكتر من مونيتر حتى لو بدك تستخدمه على شاشة اللابتوب فنفس الكلام إذا ما حطيت له أي output فرح يستخدم نفس الـ configuration لكل الشاشات اللي موجودة عندك وبعدين لحتى يكون في عندي widgets أو modules موجودة بيمين البانيل أو بالمنتصف أو باليسار فمثل ما شايف أنه أنا في عندي ثلاث أقسام اللي هي modules left, modules center, modules right كل واحدة بحط بس widgets اللي بدي استخدمها بهذا الطرف من أطراف النافذة أو أطراف الشاشة هلأ بهذا الملف رح نشوف أنه أنا في عندي modules أو widgets built-in اللي جاي من ضمن الـ way bar بحد ذاتها أو الخاصة بالـ way bar وفي عندي modules بتكون خاصة بالـ compositor اللي عمالي استخدمه سواء كان sway أو hyperland وفي عندي custom widgets هلأ بحالة الـ built-in widgets فأنا باستخدمها مباشرة بدون ما يكون في أي اسم custom أو اسم الـ compositor أو الـ slash أما في حال كنت عمالي استخدم module خاص بالـ compositor على سبيل المثال بحالتي أنا الـ hyperland فأنا شايف أنه اسم الـ widget أو اسم الموديل هو عبارة عن اسم الـ compositor slash وبعدين الشيء الخاص بهذا الـ compositor اللي هو بحالة hyperland أنا رح يكون في عندي عدة خيارات ممكن أني أستخدمها فهي إما الـ work spaces أو الـ window أو الـ language أو الـ sub map هلأ الـ sub map أنا مالي مستخدمها حالياً أنا عم مالي أستخدم أول ثلاثة الـ work spaces اللي هي من اسمها المسؤولة عن إظهار إما اسم أو رقم الـ work space سواء اللي أنت موجود فيه حالياً أو غير النشط الـ work spaces الثانية الـ window اللي رح تقوم بإظهار اسم النافسة النشطة أو صفحة الـ web النشطة يعني البرنامج المفتوح بالنسبة للـ language مثل ما شفنا بفيديو تخصيص hyperland نحن أمنا بإضافة دعم اللغة العربية فعندي هاي الـ widget اللي موجودة بهذا القسم اللي بتدل لأنه أنا حالياً عمالي أستخدم اللغة الإسبانية وإذا غيرت للغة العربية رح تتحول للغة العربية هاي الـ widgets أو modules الثلاثة الخاصة بـ hyperland اللي أنا مستخدمها بهذا الـ configuration هلا النوع الثالث اللي ممكن إنه يتم تعريفه هو الـ custom modules أو الـ custom widgets اللي لحتى استخدمها رح يكون في عندي كلمة custom مفصولة بـ slash وبعدين اسم الـ widget اللي بدي استخدمها فهي الـ widget أو الـ script المخصصة لازم إنه تكون موجودة بأكتر من مكان لحتى تظهر بشكل صح فلازم إنها تكون موجودة بقسم الـ modules وبعدين لازم إنه عرف هاي الـ script أو الـ modules ضمن هاد الملف ملف الـ config بحد ذاته بعدين لازم إنه أعطيها style بملف الـ style اللي رح نجوفه بعد شوي ولازم إذا كنت عمالك تستخدم سكريبت أنت كاتبها already فلازم إنك إما تعمل عليها شوي تعديلات إذا كنت بدك تعطيها styling مختلف أو إذا في عندك سكريبتاتك الخاصة فيك من أيام الـ i3 على سبيل المثال ممكن إنك تستخدمها بشكل direct بدون أي تعديل بس لو إجينا لقسم الـ custom packages أو الـ custom اللي رح نحكي عنه هون فمسلا إنه أنا شايف إنه ضروري جدا الـ options اللي تكون موجودة بهذا القسم بالـ custom script إنه يكون في عندي الـ exec هاد ضروري جدا لحتى تقوله شو هي الـ script اللي بدك تستخدمها وتعطيها مسارها بالكامل في حال ما كان المسار موجود ضمن الـ path الخاص فيك أنا أفضل دائما إني حط المسار الكامل حتى لو كان .local bin حاطوا أنا بـ path بس معرف المسار بالكامل في عندي return type هاد ضروري في حال كنت بدك تقوم بعمل تخصيص لهي الـ script بدل ما إنك تستخدمها بشكلها العادي فأنا أقول له إنه الـ return لازم يكون كصيغة JSON هاد الكلام رح نشوفه بعد شوي وقت اللي بنفتح الـ script اللي عنا وبعدين في عندي الـ interval هاد بتستخدمه في حال كنت بدك يتم تحديث الـ script كل فترة زمنية محددة فبحالة الـ packages أنا أقول له إنه حدث لي إياها مرة كل ساعة بحالة الـ GPU temperature أنا أقول له حدث لي إياها كل عشر ثواني هلا بالنسبة للـ signal بالنسبة للـ escape أو الفورمات هاي ممكن إنك تستخدمها وممكن إنك ما تستخدمها بالاعتماد على الـ script اللي عندك هلا قبل ما نروح للـ script اللي المخصصة ونشوف استخدامها خلينا نرجع شوي لـ modules الخاصة بـ Hyperland بحد ذاتها فأنا بهذا لحتى شوف شو هي الـ options أو كامل الـ options الخاصة بكل واحد سواء كان الـ Hyperland أو أي واحدة من الـ modules أو widgets التانية فأكيد رح نرجع للـ wiki فلو إجيت للقسم الخاص بـ Hyperland رح شوف إنه أنا في عندي كل هالـ configuration أو كل هالـ options ممكن إني استخدمها بملف الـ config الخاص بـ Waybar فعلى سبيل المثال أنا حالياً مستخدم الخيار اللي هو عندي الـ work spaces فأنا مستخدم الخيار اللي هو الفورمات أنا بس حاطت الاسم ما بدي يطلع أيقونة مع أني معرف أيقونات مخصصة فعلياً هي مالها أيقونات هي مجرد أسماء بس حالياً مالها ظاهرة بهذا الملف ظاهر عندي بس الأرقام لإني أنا بالـ format أقول له بس الـ name لو كنت بدي أظهر الأيقونات فرح إجي وقل له icon فرح يكون في عندي الأيقونة وبعدين رح تكون مسبوقة باسم الـ work space اللي أنا موجود فيه حالياً اللي فعلياً رح يطلع واحد من هالأسماء اللي شايفينها على الشاشة واحد منكم يقل لي شو معناه كل واحد من هاي الأسماء إذا كنتوا من هوات الأفلام هلأ منيجي بعدين شايف أنه أنا على هذا الـ config اللي أنا منستخدمه حاطت أنه يكون في عندي على الشاشة اللي بالمنتصف في عندي الـ work spaces من 1 لأربعة في حين أنه الشاشة اللي على اليسار يكون في عليها الـ work spaces من 5 لـ 8 فعلياً أنا مستخدم 8 work spaces بس مثل ما أنا شايفين بالقسم العلوي أنه أنا عندي واحد لأربعة موجودين على هاي الشاشة واللي ما له طالع اللي هي الشاشة الموجودة على اليسار في عليها الـ work spaces من الخمسة لـ 8 هاد في حالة الـ hyperland slash work spaces أما في حالة الـ hyperland slash window فكمان لو رجعنا للـ configuration فلو أجينا للـ window راح نشوف أنه أنا ممكن أني استخدم اللي أنا فعلياً مستخدمه اللي هو خيار الـ window rewrite لحتى أو أنا بس نستخدم الـ rewrite لحتى في حال كنت فاتح لنقول نافذة معينة أو صفحة ويب معينة على هات المثال في عندي الموزيلا كل مرة بيطلع في عندي اسم موزيلا Firefox استبدلي إياها بالـ icon أو بـ emoji الكرة الأرضية وبعدين باسم الصفحة يعني احزف لي Firefox داش ما بعرف إيش في حالة صفحات تانية مثلا لو كنت فاتح في يوتيوب فهو راح يستبدلي إياها بـ emoji تشغيل الـ MPV نفس الكلام بحالة الترمينال إذا كنت فاتح إذا كنت أنا موجود بالـ home directory فرح يتم باستبدالها بـ emoji البيت فهي الأمور اللي كمان أمنا وحصلنا عليها من الـ configuration أو من الـ wiki هذا فيما يخص الـ config file هلأ خلينا نجي للـ script اللي حكيت عنها بس قبل إذا لساك معي لحد الآن لا تنسى تضع زر اللايك وتشترك بالقناة إذا كنت بعدها غير مشترك لحتى نخلي يوتيوب تنشر الفيديو لعدد أكبر من المستخدمين هلأ المثال اللي راح نستعرضه هو عدد الباكيجز المثبتة على النظام والتحديثات المتاحة على ما أعتقد أنه هالـ script أنا عرضتها بأحد الفيديوهات فما راح ندخل بتفاصيلها بالكامل وإنما راح ندخل للقسم المهم الخاص بالـ waybar فمثل ما اللي شايف أنه هاي الـ script فعليا هي ما لها خاصة بـ arch لهذا السبب أنا عندي قسم خاص بـ arch في دورا void ديبيان open suzer بس لو جيت للقسم اللي راح يقوم بعملية طباعة الـ output طباعة البيانات الأخير اللي هو استخدام أمر إما printf أو echo فهلأ لو كنت بدي استخدم هاي الـ script بدون أي تعديل فرح يكون الأمر عندي بكل بساطة هو بس أني قل له echo وبعدين الشي اللي بدي أطبعه أما لو كنت بدي أعطيها styling خاص فيها اللي راح نشوفه هو وقت اللي راح نجي لملف style.css فبهي الحالة لازم أمر الطباعة اللي هو printf أو echo عيد صياغة الـ output اللي يكون ك-json format يعني لازم يكون في عندي array من entries لكن لازم يكون في عندي كلمتين كلمة الكي وكلمة أو قيمة الكي وقيمة الفاليو مثل ما شفنا بملف الـ config إنه أنا في عندي كلمة أولى وكلمة تانية في عندي الكي وفي عندي الفاليو نفس الكلام لازم حطه بأمر الـ print بس بهذا الأمر راح يكون في عندي الأسماء أو الكيس راح تكون محجوزة ما فيني استخدم أي اسم فلازم حصرياً إني استخدم كلمة text ولازم إني استخدم كلمة class هلأ كلمة text هي عبارة عن النص اللي أنا بدي أقوم بطباعته بهي الحالة راح يكون عدد الحزم المثبتة وعدد التحديثات الموجودة هذا ما في عليه أي مشكلة بس شو هو الـ class الـ class هو عبارة عن كلمة مفتاحية أنا معرفها فوق لحتى على سبيل المثال بهي script script packages إذا كان عدد لنقول إذا كان عدد التحديثات المتاحة أقل من واحد فهالكلمة المفتاحية أنا مسميها low أما إذا كان عدد التحديثات أقل من خمسة فأنا مسميها mid أما إذا كان أكبر من خمسة فهالكلمة المفتاحية class أنا مسميها high فلو إجينا للي print رح نشوف أنه اطبع لي التكست اللي هو الكلمة الأولى والـ class اطبع لي الكلمة الثانية اللي رح ياخد أحد الكلمات الثلاثة بالاعتماد على الصيغة الشرطية if طيب هالكلاس أنا وين رح استخدمها رح استخدمها بملف style dot css اللي لسه ما شفنا فهلأ لو إجينا لملف اللي style خلينا نطلع من هون ورح نقل له the style ورح ناخد ال-write اللي هي بدون أي شي لأنه اللي هي موجود فيها packages فلو إجينا بهذا الملف أول شي رح تلاحظوا أنه هالملف هو ملف css أو الصيغة الفورمات السينتاكس المستخدمة هي السينتاكس css معناها مطوري الويب رح يحسوا حالهم قاعدين بالبيت بعملية ال-configuration أنا بالنسبة إلي باعتبار أنه مالي مطور ويد فكنت مضطر أني روحوا أسرق سكريبتات أو أسرق configuration من عند ناس تانية وأكتر شغلة سرقتها وانبسطت فيها اللي هي لو ملاحظين بأسماء ال-work spaces عبارة عبارة عن دوائر بحجم أو بعرض غير ثابت وفيها animation لطيفة لو انتقلت من ال-work space الأول لا ال-work space الثاني رح نشوف أنه ال-work space الأول صار بدائرة و-work space الثاني صار على شكل خط هاد الشي بشو بذكرنا هاد بذكرني أنه الشخص اللي أنا سرقت منه هالميزة هو بنفسه سرقها من جنوم 45 فهلا خلينا نرجع لل-work space الأول اللي موجود عليه التيرمينال فهاد عبارة عن ملف CSS يعني مطوري الويب رح يفهموه أكتر مني بس أنا بدي إشي للقسم الخاص به أو اللي حكيت عنه عن custom script أو custom widget اللي هي كان اسمها اللي كان اسمها packages فلو إجيت لل-packages رح شوف أنه في عندي القسم الأول اللي أنا بس معرف فيه لون الخلفية بدون أي كلمة إضافية بس لو لاحظت بالأقسام اللي بعدها أنه أنا مع نفس اسم اللي script مثل ما هي حطيت له أسماء اللي أنا مستخدمها اللي أنا عرفتها بالسكريبت بحجزاتها فعندي اللي في عندي الميد وفي عندي ال-high ومع كل وحدة من هدول ال-classes أنا حاطط له لون مخصص فهلأ باعتبار أنه أنا في عندي بس أربع تحديثات متاحة شايف أنه طالع عندي اللون باللون الأخضر اللي هي الميد اللي هي packages mid وهي ال-green 1 لو كانت التحديثات أقل من وحدة فرح يطلع عندي باللون الأزرق ولو كانت أكبر أكبر من أربعة فرح تطلع باللون الأحمر طيب هون بنوصل للنقطة المهمة جدا أنه هي عملية تخصيص ال-style مو بالضرورة اللي بيميزها أنه ممكن بحالة الألوان إما أنك تستخدم ال-hex code لشوف أنه إذا في عندنا أي مكان مستخدم في ال-hex code توقع أنه شفتها من شوي مالي شايفها بس يعني أنه يكون في عندك الرقم كست أرقام ست عشرية اللي هي ال-hex أو أنك تستخدم ال-RGBA مثل ما أنا شايفين أنه تحط اللون كقيم من الصفر لل-255 وأنك تستخدم الشفافية اللي إذا بدك أو الطريقة المميزة عندي هي أنه يكون في عندي التناسق التام بين البانيل وثيم الجي تي كي المستخدمة حالياً وهي الميزة اللي بيتمتع فيها وي بار أنه أنا ممكن مباشرة استخدم ألوان theme الجي تي كي اللي عمالي استخدمها فلو جينا لهون رح شوف أنه أنا بالنسبة للون البار مستخدم لون البايز كالر وممكن أني ضف له الشفافية باستخدام الألفة وممكن أني أعطيه شيد معينة أو أعطي لحتى يكون في عندي غير الساتوريشن أو غير من خصائص اللون ليطلع بشكل مختلف طيب هالألوان من وين بدي يشيبها مثل ما حكيت مثلا هون في عندي theme وفي عندي theme تيكست هات بالنسبة للون الخط وشفنا تحت في عندي البلو واحد وفي عندي الجرين واحد وفي عندي الريد واحد هاي الألوان من وين منجيبها منجيبها من ملف جي تي كي فلو جيت ل .config gtk4 ولو قلتله رحشوف أنه في عندي ملف اسمه gtk.css ولو فتحته gtk.css رحشوف أنه في عندي theme كانت موجودة بمكان ما ما لشي آه هاي رح تكون gtk3 وليس gtk4 بس نفس الفكرة أنه رح يكون في عندي accent color في عندي البلو واحد والجرين واحد والريد واحد اللي أنا منستخدمهن فهي هي الطريقة اللي رح تضمن فيها أنه يكون في عندك تناسق وانسجام بين gtk theme وال panel العلوية أو السفلية البار طبعا تخصيص gtk بالكامل نحنا كنا حاكين عنه بفيديو مستقل باستخدام برنامج gradients أكيد رابط الفيديو رح يكون موجود بسندوق الوصف على أكيد هاي مجرد نظرة سريعة عن كيفية البدء باستخدام ويبار وتخصيصه وإذا كان عندك المعرفة الكافية كمطور ويب فأكيد رح تكون قادر أنك تحصل على نتيجة أفضل من النتيجة اللي أنا حصلت عليها ولا تنسى أنه الويكي بيحتوي على معلومات أكتر بكتير من القدر اللي عرضته أنا بالفيديو وبأمان الله